اه انت حاليا في الطاقة العجلة الحظ احتمانه انت تكون حاسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص ويوم بتكون اه متذكرة. يعني انت بين اه بتحسها تكتلعت ومبسوط وسعيد وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتعيد كل الاحداث بتكررها مسلا من حد ما بلشته في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او ازا يعني طبعا البعض منكم ازا انتو في انفصال. وازا انتو مع بعض انت حاسس ان مشاركة تجاه الشخص احيانا بتزيد اللفع عليه واحيانا بتقل مسلا التصرفاته او اي شيء اه بخليها تقل انه مسلا هو مهمل او متجاهلك ازا انتو في العلاقة. ازا انتو فانتو حاليا بتدير هاي العلاقة وانتو كمان مخليها تاركها لله. تاركها الحظ وازا في نصيب انكو تلتقو مسلا راح تلتقو ازا ما في نصيب يعني ما يؤمن بالقدر. وازا ما في نصيب انو ما تلتقو ما راح تلتقو. هيك انت. اه انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمنى او الحب اللي انت كنت بتدور عليه من فترة طويلة. وانت حابب تستقر مع هذا الشخص. عندك حب الى مش طبيعي واحتمال انو انت دخلت بعلاقة جديد وكأنو الحظ لعب معك شوي. احتمال لبعض منكم طبعا بعطي ايه احتمالات? يعني لانو اكتر من شخص بيشاهد الكراءة. خلينا نشوف طاقته وزعلان جدا. انا مبين هندي طاقته هون كمان زعلان. وزعلان هو بعيد في حساباته. وهون برده عندي طاقت ان هو بعيد في حسابات كلها. من ناحية العلاقة. وزعلان عليك جدا جدا. هو حاسس نفسه انو خسرك خلص يعني خسرك اه اه هو زعلان جدا. جدا زعلان عليك. وفي طاقة مش مش مبسوط نهائي. يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس والادمان على شيء ما. اه عنده طاقة زعل وهو عارف انه خسرك. هو عارف انه خلص انت زي جاب اخرك. وهو زعلان كتير وهو بيفكر في كل اشي صار انت قضنت له ايام وهو كان متجاهله وكان متنشع. اه كان لاحق شيء اخر او لاحق مسلا عمله. اه كان دايما انت مسلا تقدمه اه يرفض او هو يتجاهل. لانه هو عارف انه انت اه متمسك فيه متمسك فيه لاخر لحزة. هيك هو كان ليتجاهلك. وهو هو قادر يصالحك عفكرة الشخص هذا. بس الزعل نخليه انه ما ينتبه انه فيه طريقة ما يحلها المشكلة. ما عنده ادراك نهائيا هو شخص لما يدخل بالمسلا موجة الزعل بيضل فيها على فترة طويلة. وهو فعلا بيضل فترة طويلة في الزعل. وبحاول طلب من الزعل بس هو مش قادر. واحتمال زعلان لانه انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه. انت حاسل مصير هو انتو مصير كل اتنين تلت قوم مع بعض. وانت احتمال تكون حاس انه اه يعني مش صدفة انت لقيته. انت لقيت لو انه كاملك هو نصك التاني. وانت حاسس انه هو نصك التاني. ويمكن تكون انتو توقع ما شو طيب. خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في هو متكتف وهو مش عارف زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة طيبة. هو مش عارف كيف يفك ها الازمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك. او لتبعد عنك. او انت اللي تبعدت عنه على فكرة مش خولت انت اللي تبعدت عنه. انت عطيتك المتين وحملت حلب سكرت الباب وحفيت لقلوك. اه سكرت وراك وما بطلعت وراك. لان انت تقريبا هذا الشخص عزبك لدرجة كبيرة. لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات وبحس انه عمل معاك اكتر من مواقف. يعني عدة مواقف خلطت تشرب الخطلان من ناحيته. وانه هو ضيع فرص كتير يعني من ناحيته انه من ناحيتك عفوا انه انت اعطيته اكتر من فرصة وكان يضيع هيا الفرص يعني بالوقت انه يخلي كل شيء للزمن للوقت للزمن للوقت فانت خلص زي فرضت فيه وحابب وحبت انه تفض هاي العلاقه وكلياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو على فكرة الشخص هذا عقله عنده عقله صار اه ضغط في التفكير من ناحيتك انت بفكر في الكلام اللي صار بفكر في المبادرات اللي انت بادرتها والتجالب اللي هو عملة. كل اشي بريد في العلاقه من اول ما بلشت مع بعض العلاقه لحد ما انتهت العلاقه لان انا شايف البعض منكم وحتى لالاغلبية انتو ان في انفصال تام. خلينا اشوف الهد. ان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجل من التفكير فيك. وانه هو متباعد يمكن انت شايف ان هو متباعد. ومسلا انت بفكر ان هو ما بفكر فيك نهائيا. لكن هو بفكر فيك اصلا انتو ما بفكر ولا في اي شيء اخر. الا بيفكر فيك انتو في العلاقه وكيف اللي صاروا انفصالوا. وكل هادي الامور بفكر فيها. رجبني. عن فكرة انتو لازم يسير بينك التسامح. زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى ان اتسامحه لانه حاليا ضميره معزبه. وكمان هو بفكر في كل شيء صار بناتكو. يعني هم بيحكوا لك انه تسامح عندما تطلب صراحك وتصفه بالماضي ستختبر المزيد من الحب في لحظاتك السابقة. يعني هم بيحكوا لك انه انت مما تسامح هذا الشخص راح تتبرك ازا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات انه تنسى القلم اللي وجه لك هي هذا الشخص وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص في لحظات معينة هي بتستكلك انه هذا الشخص كان يحبك لكن هو شخص ممكن غير مدرك لأفعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مسلا ازا تجهلك انت راح تروح وما ترجع. ازا مش مدرك اذا هو ينشغل عنك وخلاك اخر اولوياته ان انت رح تحب اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص وما كانش مدرك كل هذا الرح يصير لهيك هو في حالة المحاسبة مع الناس وبحاسب نفسه بانب نفسه بانب ضميره وهيك هو في طاقة يعني التعبان والشخص دعا فكرة مريض او التعبان نفسيا من الانفصال اللي صار الشخص التعبان وتعبان هو مريض واحتمال انه داخل بحالة نفسية ان خليته تارك اعماله وتارك اشغاله هو مقيد بس بفكرة انه انت الشخص خسره الناس فقال له انت شخص خسره يعني من الان فهم بيحكو لك هون لازم سير تسامح هالعلاقة التسامح بيخلك انه تنسى شو الشخص هذا عمل فيك وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها عكيد راح تصفح عنه وتسامحه وتدرك انه هالشخص كان يحبك لكن افعاله كانت تصفت لك عكس دلك. طيب. هو كيف شافك وليش شافك بهاي الطريقة? هو شافك صامت وشافك انك انت انت فصلت عنه. لكن هو شافك انه انت صرحت او ووضحت له انه انه انت مسلا ازا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك انت صرحت له. انت اعطيته التلام اللي كنت انت كبته جواك. فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت وانفصلت عنه نهائيا. التزمت بالصمت. وهو شافك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه ازا هو كان خير اليك راح ييجي وازا هو شر انه راح يبعدك. لانه شاف انه عندك الروحانيات عالية جدا. وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا. عندك الحاسساتك انك انت حسيت على هذا الشخص انه مسلا بيتلاعب. بتلاعب معيك. فانت صرحت له انت كزا 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 فهو تفاجع انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي. او كيف يعرفت في نقطة زي حصل كشف حقيقة. فهو شاف انه انت شخص روحاني لدرجة عندك احساس يعني احساس مية بالمية احساسك صادق. فهو شاف انه انت بتقدر تكشفه. لو اجع مسلا اتأسف لك انت راح تحكي له مسلا الاسف يعني اللي راح تتأسف لي بعده انت راح تكرر الغلط اكتر ازا سمحتك هلا. فانت كأنه عندك احساس ازا انت سمحت هذا الشخص راح يتمادى اكتر معك وراح يعني راح يعيد كل اشي اللي منه فيك دبل. فهو عارف انه انت واضح او كاشفه. انت كاشفه. انت كاشف هذا الشخص هو عارف. عشان هيك هو متخبي. وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلها. انت شخص تكشف. بالحاس السادسة بتكشفك الاشخاص اللي امامك. هيك هو شايفك انه انت صومت. وفجأة بتذهب. وفجأة بتصمت. وفجأة بتطع تحكي. وفجأة بتصمت. يعني هو شايفك انه انت مش متناقض. لا انت زي ما. تحس ان هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك. بتطلع. بتصرح ان انا بعرف ان انت مسلا مش صحيح. او انت مش صريح. او انت مش واضح. او انت اه في حركة مسلا ندال من وراك. او حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك انه انت كاشف رائع يعني انت كاشفه. كاشف كل العيبة وكاشف كل خطواته. او هو زحقك بنفس بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معاك. فهو شايفك انه انت صريح وهو غامض. انت كنت بالوقت اللي اه اه كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح وهو في الوقت الكام لازم تكون فيه صريح هو الغامض. يعني عكسك كان. لجلنا شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح يعني واضح بعض الشاي وغامض بعض الشاي. وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بديه ما. طيب هو كيف شايفك وكيف شايف شخصيتك. هو شايفك انه انت مستقر مستقر ماديا او مستقر معائلك. مش شرط انه نحكي مستقر ماديا. يعني انت مسلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع بيكرم الجميع. لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا لحكمان انه انت مسلا موفق شغل معين. او اهلك مسلا الناس مرتاحين ماديا وانت مسلا سعيد مع اسرتك آآ من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. احتمال انه انت شخص تشتغل في عمل آآ آآ موفر لك كل احتياجاتك الخاصة. فمش شرط ان تكون انت يعني في ناس بك احنا لا نملك شيء. احتمال انت بتملك راحة الباب. او آآ تملك اخوة يخافوا عليك. او اهل يخافوا عليك. فهذا بيشوفه هو الشخص هذا. بيشوفه انت تملك اشي فائق. يعني اشي اكتر من المال. لان كرت العشر نقود هو السعادة والراحة والرخاء. والسعادة بين الاهل والاسرة. ما تكون انت شخص متزوج وانفصل على هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج او كشف آآ او صرحت له انه انت مسلا ما بتقدر تستغل مسلا عن اسرتك. او عندك اطفال وانت منفصل يمكن انت شخص على فكرة في انفصال طلاق او وفاة آآ آآ زوج او زوجة وعندك اطفال وانت مستقر معهم. وانت وضحت له مسلا انت ما بتقدر تستغل عن اطفاله. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا واحتمال انت تكون انت مستقر آآ مع عائلتك ومسلا اهلك بحبوك امك بتحبك آآ اختك اخوك. يعني هذه هو شايفها انه استقرار بالنسبة له. وهو شايفك انك انت شخص لما بعضت عنه استقريت. دورت عاستقرارك بسرعة. هو كيف شايف شخصيتك. وشايفك طيب جدا. شافك شخص صغير لكن عاقل وناضج. وشافك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا. انت عندك حس عالي في انك اه او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشافك هيك. وشافت كمان انه انه بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة. او لو حتى هذا الشخص ازاك انت بتروح تاتجاه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط. يعني مش راح انك انت بتضج مرة واحدة ولكن تصمت مرة واحدة. وهو شافك انه انت اه شخصية اه طيبة جدا. هادئة نوعا ما. وجمان شافك انه انت بتحب بتقدم الخير لكل اللي حواليك. لكن ازا الشخص حاول يستغل الطيبة فيك او الخير اللي انت بتقدم له اياه شفته استغلال انت راح تقطع معايا فورا. انت بتقطع. انت بتحبش حد يستغلك. حتى لو انت طيب. انت بتحس ازا الانسان اللي امامك بيستغلك اولا. هو شافك هيك. انت شاطر جدا. مع انك صغير في السن. احتمال بس انا شاف انه في يعني لحظة اشوف فرق في العمر. يمكن فيه فرقات بناتكم. احتمال لكم في فرقات اه اه عادات تقالية دينية. بس مش عمر. ما اعتقدش عمر. ازا في بينكم بس السنينين قليلين. بس. بس شخص دعلينا عليك جدا. نفسه انه قسرة. يا برج الحمال. خلينا اشوف. نعطيبكم من نسحة بمنشق شو خطوطة. شنوية شو خطوطة. نحيط. رح عطيك كمان نصيحة من الكارت من الروبانس. المون. شو شو رحكو لكوعة. انا اعطيك كمان كارت. تاك. هنبرلك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما فيه اه فيه طاقة بحتمال الشخص هذا مأثر عليك. عفكرة فيه طاقة انت بتجيك. وبتأثر على نفسيتك. لان عشان هيك بحكي لك انه انت فجأة عندك تعلل نفسية وبتحس حالك انك كان هذا الشخص وما بدك اياه. وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. بحتمال طاقة هذا الشخص اه تكون مأثر عليك لدرجة بلهم بحكوا انه القمر هو مأثر على طاقتك. في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على ايه شكلك الخارجي. فانا بحكي الارجح واحساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من جتر الطاقة اللي ببعتها طاقة الزعل وطاقة الندم. لهيك انت بتحس عليك انه فجأة مثلا انت مطيق هذا الشخص وفجأة بتحبه. اهيك. بدون اي مباررات اي من قدمات. بعدها لازم تعمل تسامع لحتى انت تعرف فضعة العلاقة هل بتحب هذا الشخص او لا? يعني لازم تعمل تقييم. اذا عملت تقييم لنفسك او مش عفو مش لنفسك للعلاقة شفت السيئات طبعته وشفت الحسنات طاعته وقيمتهم بالضبط. اذا شفت في الحسنات في شغلات ممكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك انت اكيد رح تعرف هذا الشخص كيف كان يثبت اه مسلا الحب لك. هل كانت السيئات اكتر وكان مسلا مش بس تجاهل كان استغلالي اه كان مسلا علاقات متعددة انت رح تعرف من هال العلاقة انت لكن فيها اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك وهو عن جلسة علينا عليه ولوه شخص كان مسلا مستغل لك فقط. هو انا مش شاف انه استغلالي لكن انا شاف انه اه عزبك نفسيا كتير. لحت ما انت طهقت قلت له خلاص انا انا مش لعب. بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت بتقدر تراجع بكل اشي صار بينها تكون وتقيم هل هذا الشخص هو بحبك فعلا? انا. عشان هيك بقول لك تسامح. تسامح. وبلش تقيم هل هذا الشخص هو بحبك انا. فانت تعب. هيك بسطك وانت قادر في المشكلة اللي صارت بناتكو. وانت تعرف زي هذا الشخص بحبك او كان هو مستغل لك فقط. اه خذيني انا شو مشكلة هيا شكلها. الموقف هدا انتو على زواج. احتمال اه انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج. او انت صارحتو اذا مثلا ما تزوجتني انا اه رح اقطع هالعلاقة. ففي شخص منكو في زواج. او انتو كنتو في زواج وانفصلته عن بعض. طيب. خلينا نشوف اه الشخص هذا شنوية وشو الخطوة اللي اه قدمها ناحيتك. طيب. الشخص هذا نوايا انه يسبر عليه. ويزهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت تتعرفه. احتمال يكون عن فترة في فرق بينكم في العمر بس مش كتير. وكمان احتمال يكون انتو من قرية اه عفوا من مدينة وهو من مدينة او قرية. احتمال انت قروي او وهو قروي. وكمان هاد الشخص حابب انه كابر. وفرجيك انه اه شخص مسلا تقيل. وشخص اه مسلا انه شخص الكنج فوند. يعني شخص الايجو عنده عالي. او تفرجيك كبرياء او انه مسلا هو ما بقدرين حين اقدم امام هيا العلاقة. بل تكون انت مسلا رفضت تنفصل عن زوج صابر. او انت كنت تتزوج منفصل عن زواج. فالشخص هذا بديو يظهر لك بديو يظهر انه هو اه اه خلينا اشوف اكتر. انا شاب انه بديو يرفعل ايجو عنده بس. انه نوعين. ويقعد رفضك انه بعيد. فهداد فعلك لما انت تشوفه اه مسلا اه هو مسلا اه اه منهز للعلاقة كلها او انه ما عندوش مشاكل انه تترك كفه هو بديو تشوف رداد فعلك. ويبديو تحركش فيك يعني. حركش.